انطلاقا من خطاب جلالة الملك بمناسبة الدكرة 168 لطورة الملك والشاب أطرح على تأملكم وتساؤلكم هل المغرب يعرف تحولات فيما يتعلق بالسياسة الخارجية؟ أم أن هناك استمرارية لهذه السياسة بالخصوص أمام الأحداث التي طفت على السطح مؤخرا منها الأزمة الإسبانية المغربية ومنها كذلك التفاعل مع علاقة الجوار مع الجزائر وأيضا توقيف العديد من التعاملات مع ألمانيا ثم الإقرار الأمريكي بمغربية السحراء وما شاهدناه من خلال التعاون العسكري المغربي الأمريكي من خلال مناورات الأسد الإفريقي والتي شملت لأول مرة الأقاليم الجنوبية وبالخصوص منطقة المحبس على بعد كيلومترات محدودة من مخيمات الحمادة بتندور نتسأل هل هذه المواقف غيرت من وضعية التوازل الإقليمي للمغرب أم أن هذه الأحداث هي معزولة عن استراتيجية الدولة المغربية فيما يتعلق بتدبير علاقاتها الدولية أعتقد بأن ما جاء في هذا الخطاب هو استمرارية لما عبر عنه جلالة الملك في القمة المغربية الخليجية في أبريل من سنة 2016 حينما تحدث على أن المغرب ماضي في تنويع تصريف سياسته الخارجية مع وجهات جديدة غير كلاسيكية مع الحفاظ على الوجهات التاريخية والتي تمثلها الولايات المتحدة الأمريكية انطلاق الانتفاقية التبادل الحر المبرمة مع أمريكا وأيضا الوضعية التي يتمتع بها المغرب المتقدمة مع الاتحاد الأوروبي أقول بأن هناك استراتيجية للسياسة الخارجية المغربية وأفتح قوس لأقول بأن السياسة الخارجية لكل دولة في العالم هي ذلك البرنامج والتوجه الذي تختاره الدولة بكل حرية وبسيادية كاملة بمعنى أن اختيار التوجهات والتفاعلات في البعد الخارجي للدولة هو بيد صانع القرار وصناع القرار في تلك الدولة ولكن النتائج هي التي تحدد مدى صوابية هذه السياسة من عدمها بالنسبة للمغرب دعونا نلاحظ عدد من الأحداث أولا انضمام المغرب الاتحاد الأفريقي سنة 2017 في يناير ثانيا ذلك الموقف الذي يمكن اعتباره يدخل ضمن الدبلوماسية الهجومية حينما زار الأمين العام السابق للأمم المتحدة بانكيمون مخيمات تندوف وكان الموقف المغربي صارما فيما يتعلق بالتصريحات التي جاءت على لسان أكبر شخصية في المنظمة العالمية وهو الأمين العام بعد ذلك نلاحظ ذلك التفاعل وتموقع المغرب فيما يتعلق بالبعد القاري بحيث أن المغرب هو المستثمر الثاني في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا نلاحظ كذلك مجموعة من التطورات كان أبرزها الإقرار الأمريكي بمغربية صحراء ثم بعد ذلك نلاحظ بأن المغرب لم يعد يقبل كما جاء في الخطاب الملكي نفس التعامل مع بعض القوى في أوروبا بالخصوص إسبانيا حينما تحدث بأن قواعد التعامل قد تغيرت المفيد بالنسبة لهذه السياسة ولما طفى مؤخرا من أزمات يمكن أن أعود إلى الكلمة التي أرددها دائما بأن أي أزمة ديبلوماسية لا تصل إلى حد المواجهة المباشرة فهي فرصة لإعادة التموقع أعتقد بأن المغرب هو يعيد التموقع بناء على المعطيات الجيوستراتيجية الجديدة وأن بعض الدول بالخصوص في أوروبا يتخاف على مصالحها وعلى مراكز نفوذها بمعنى أن التطورات الحالية وظهور الولايات المتحدة الأمريكية على خط الاستراتيجيات الوطنية بالخصوص في التعامل مع إفريقيا هي بدأت تثير حفيظة بعض الدول ونلاحظ صمت فرنسا فيما يتعلق بالإقرار الأمريكي بمغربية السحراء ثم الأزمة التي ظهرت مع إسبانيا لأقول بأن الملك في خطاب ثورة الملك والشعب هو حدد إلى حد بعيد تلك المعايير التي يجب أن تضبط العلاقات الدولية للمغرب ومن المثير كذلك بأن إسبانيا وهي الدولة الجارة التي تتمتع مع المغرب بشراكة استراتيجية وتتقاسم مع المغرب من جموعة من الملفات المعقدة وعلى رأسها ملفات الهجرة وملفات القضايا الأمنية ومواجهة الإشكالات المتعددة بشكل مشترك أعتقد بأن رد رئيس الحكومة الإسبانيا في أقل من 24 ساعة على الدعوة الملكية لإعادة الأمور إلى نصابها يتعتبر ضمن المنطق الذي يجب أن يضبط السياسة الخارجية للدول التي تحترم مصالح شعوبها والتي تحترم الجوار بمعنى أن كل هذه الأزمة كانت عبارة عن مواقف متبادلة وكانت هناك تصريحات للخارجية المغربية والخارجية الإسبانية قامت إسبانيا في وقت معين بإعادة تشكيل الحكومة بتعديل الموسع وكان إقصاء وزيرة الخارجية وعفاءها من مهامها عربونا لأن إسبانيا هي تريد أن تطوي هذه الأزمة ولكن استمرت الأمور إلى اليوم حتى تدخل صانع القرار في السياسة الخارجية المغربية وهو جلالة الملك لتقابل التحية بتحية مثلها من قبل الدبلوماسية ومن قبل الحكومة الإسبانية المفيد في هذا الكلام هو أن السياسة الخارجية للدولة لا بد وإن كانت هناك أزمات أو صعوبات أو حتى بعض الأحداث التي تخلق نوع من سوء التفاهم فإن الحكمة والمصلحة الوطنية وتقدير موازل القوى هو الذي يجب أن يحكم تصرفات وسلوكات الدول على عكس ما لاحظناه بالنسبة للجزائر التي بقيت حبيسة منطق سياسي بائد عفى عنه الزمن وهي لم تتردد في أن تمارس الصمت فيما يتعلق بالمبادرات المغربية ولم تتردد كذلك في الوقت الذي كان العاقلون وكانت النخب السياسية المغربية والجزائرية على حد دين سواء تنتظر تجاوب الحكومة الجزائرية نلاحظ ما جاء في بلاغ الرئاسة انطلاقا من اجتماع مجلس الأمن القومي الجزائري والذي ربما ينطوي على ديبلوماسية هجومية غير مدروسة من قبل الجزائر ولم تقدر التوازنات كما قدرتها إسبانيا ولم تقدر بأن التوازن بين الدول المغربية هو يكون بالعطاء وبالعمل وبالاستراتيجيات المحكمة وبالتفاعل وبما أشار إليه الخطاب الملكي بشبكة العلاقات وبالالتزام بقواعد القانون الدولي وأيضا بضمان ثقة وتطمين الشركاء بأن الدولة قادرة على حماية المصالح للمشتركة وقادرة على الالتزام بما تقره وما تتفق عليه مع الدول الأخرى إذن المغرب أمام تنوع شراكاته المغرب حينما يقول الملك بأنه ليس محمية لأحد وحينما يخاطب الشركاء بأن الاحترام هو الذي يجب أن يسود هذه العلاقات فإن الاقتصاد واختيار التوجهات الاقتصادية والسيادة الاقتصادية للدولة كما لاحظناه في تدبير أزمة كوفيد-19 في التعامل مع دول من غير الوجهات كلاسيكية كالصين الشعبية وروسيا الاتحادية ودول أخرى أعتقد بأن هذا المنطق هو يجعل من المغرب يجدد تموقعه بناء على التوازنات الجيوستراتيجية الجديدة والتي حدد معاييرها خطاب ثورة الملك والشعب ترجمة نانسي قنقر